بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام سنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وأنتما في أحسن الأحوال رب يحفظكم ينجيكم ويعطيكم السؤال لكم يا ربي كريم اليوم سنضع إن شاء الله قبول بالداد الداد يالهداد تجيب لي الظهر والقبول حتى الباب الدار الناس اللي عندهم مشاكل في القبول الناس اللي عندهم العكس والسحر وعندهم مشاكل في العين والحسن إن شاء الله بعد الوصفات ديالهداد أنا عادي أعطيهم لكم اليوم باش تخدموا بهم في هذا العواشر إن شاء الله اللي بغى تنحي عليها العكس أو بغى تجيب زوار أو خطاب إلى العتبة أو صالح للبيع والشراء الناس اللي بغين بحول الله وقوته يديروه على أي أساس ومهم حاجة وحدة الداد لأن الداد مسموم خاصه يبعد من الأطفال ويبعد من الأكل أو أنك تقربه إلى الفم ديالك إذن فهمين على هذا المشكل اللي كان في الداد هو المشكل أنه مسموم سام ولكن رائع في طرد العوارد لتوقيف الحال في الزواج هو قبول رائع وفي نفس الوقت اللي دارته بإذن الله تتزوج هو صالح للقبول وصالح للرزق وصالح باش يحيد التعسير وصالح الناس اللي عندهم مشاكل في المال أو بيع وشراء الناس اللي عندهم مشاكل في البيع والشراء هو صالح لهم بإذن الله إن شاء الله غادي نحط لكم وصفة ديال بيع والشراء دياله خاص بالضبط إن شاء الله البنت اللي عندها مشكل ديال الزواج البنت اللي عندها تعطيل الأحوال في الزواج البنت اللي عندها سوقها خاوي وديما سعدها ديما راجع اللور وصلاة الواحد السن وبغا تفرح تييه بحالة بحال البنيات وبغا تكون مظهرة وبغا تيجول الخطاب إلى باب العتابة وبغا تفرح وليدها وبغا تييه يكون عندها زوج وتولد الوليدات وتفرح برأسها علاش الله كل شي عند الله قريب باب الرجاء موجود الدعاء والصلاة على الحبيب وصورة الواقعة وصورة القاب وصورة ياسين كلهم هادوا تحت أمرك في دستور القرآن نقرأوا ونتمعنوا في ذكر الله ونسبحوا وندكروا الله ونحلوا قلبنا إلى الله وندعيوا لأن باب الرجاء هو باب الله سبحانه وتعالى مفتوح دائما في وجهك إذن هذه العشبة إلا سبب دي ما تنقولها أحبابي الكرام لي تنبغيكم بزاق وتنبغي نخدم البنيات على حسب المستطع إذن الداد يلهدد جيب لي الرزق من كل بلاد الناس اللي بغي الرزق أما البنت اللي معطلة عن الزواج لابد أنها غادي إن شاء الله بحول الله تاخد حنة زوينة تاخد واحد ثلاث معالق حنة لتكون ريحتها طيبة تكون ريحتها زوينة وتاخد معالقة صغيرة ديال الداد غادي نخلطو بالزهر غادي نخلطو بالزهر مع الفجر غادي نخلطو مع الفجر في هذا رمدان وغادي نحطو إما غادي ندخل مع الفجر نديروه وإما مع الظهر أو العصر غادي ندخل الدوج ديالي ونحيد الملابس ديالي وغادي إن شاء الله نحاول أنني نحيد الطاقة السلبية بالحنة والداد يتحيد قال عكس ويتحيد العوارد اللي عندي لأنه هو صالح لطرد العين والحسد وتيطرد السحر هاد الوصفة شحن من بنت خداتها وربي جاب تيسير وتزوجات ولكن البخور تنبخر به مع الليل البنت بغا تبخر به تبخر به ثلاث أيام متتابعة في الليل ولكن القراءة دياليه هي الداد يالهداد جيب لي يظهر من كل بلاد أو الداد يالهداد جاهد الله تجيب لي الخطاب إلى باب العتابة أنت يقول لك الداد وأنا نقول لك جيب لي الخطاب من كل بلاد الداد يالهداد جيب لي خطاب من كل بلاد إذن الداد يالهداد تجيب لي الخطاب من كل بلاد ولا تقولوا أنت يقول لك الداد وأنا نقول لك يجيب لي الخطاب من كل بلاد أو نقوله تجيب لي الخطاب وتجيب لي سعدي وتجيب لي قبولي حتى الباب الدار نقرأ على واحد المكون إما ناخده مطحون إما ناخده مطحون وإما نديره يكون خاشب هو خاشب لأنه إلا بغيتي تبخري في المجمر تاخديه خاشب بغيتي تديريه مع الحنة الداد تديريه مع الحنة كما قلت لكم تاخدوا مع القصغيرة مع ثلاث معالق دي الحنة نخلطها بالزهر وندخل الدوش وغادي نطليه على الجسد مع الوقت اللي ندخل الدوش نغسله عادي ومن بعد عدا نطليه وأنا سنقول الداد يالهداد جيب لي الرزق من كل بلاد أو الداد يالهداد جيب لي الخطاب من كل بلاد وانت دي تقرأه في الخاطر لأن الدوش ما خاصتكش تضريب فيه تنقرأ في داخل نفسي فقط إذن التبخير تهو نقرأ القراءة التبخير تهو نقرأ القراءة اللي عطيتكم وغادي نحل شعري نلبس عباية مزدهرة تكون زوينة ونتبخر بها مدة ثلاثة أيام في الليل في الليل من مورال عيشة نتبخر به وأنا تنقول الداد يالهداد جيب لي خطاب حتى الباب العتبة أو باب الدار جيب لي يا سعدي بجاهد الله في وقت التبخير تقولي بجاهد الله بجاهد الله جيب لي الخطاب حتى الباب الدار الناس اللي عندهم سلعة مركومة أو الناس اللي عندهم مشاكل في الرزق إن شاء الله غادي نحط لهم وصفة دياله إن شاء الله رائعة وأكثر من رائعة غادي نديرها كامل لباب العتبة نحاول أننا إن شاء الله نكونوا إيجابيين غير بعشبة غادي نجيبوا نجيبوا الزهر والميمون حتى الباب الدار إذن نتظروا إذن حبابين تدروا الوصفة ديال بيع الشراء غادي نحط ديال وغادي نعطيكم التفاصيل كي بجدروا لها وإن شاء الله بحول الله وقواته غادي نديروا إن شاء الله وصفة رائعة أما هاد الوصفة صالحة للبنت اللي ما عنداش الزهر ولا الميمون وسوقها خاوي وديمة ديما من كوسة قاع الناس يتجوجو هي حتى يديها لاخده ويقول ما لي أنا ما عنديش الزهر ولكن الزهر بيدي الله ولكن ربي تبغي تبغي الإنسان اللي تلح في الدعاء وتدير السبب سبب عبدي وننعي لك شح المواحد كان عنده تعسير الأحوال أعطيناها الناس وربي جب تسير كينا اللي تزوجات كينا اللي ولدات كينا ربي اللي سهل عليها إذن تنتو ما اللي بغاة أنها إذن اللي بغاة تديرها تديرها إما نهار ستة وعشرين ولا سبعة وعشرين نهار سمينية وعشرين وإما تديرها نهار آآ خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين في هذه الأيام تديرها للتبخير وغير مرة اللي غادي تدير لحنة إن شاء الله تختار النهار اللي بغاة إما نهار يصبح يوم سبعة وعشرين أو نهار ستة وعشرين أو نهار آآ خمسة وعشرين ما في الاختيار لحنين زوينا وحاولوا انكم تكونوا فرحانين وما تبشيوش سركم ندير الحاجة وانا ساكتا وربي غادي يجيب تيصير هاد اه الصيغة ديال الداد حاولوا كل شهر نجدد طاقتي ونحاول انني ندير الداد لانه رائع في التبخير تيطرد العين والعكس والتابعة وزوين في التبخير اذا احبابي لعجباتكم الوصفة ما تنسوش تخليوا لي لايك ودعموا القناة وتفعلوا الجرس لانا الى فعلتوا الجرس غادي وصلكم كل جديد بزبت الناس لي ما توصلهمش اشعار بالفيديوهات ولكن حاولوا انكم اه تعودوا اه ديروا تابنوا من جديد ورا غادي ان شاء الله تفعلوا الجرس وغادي يوصلكم قاعد الفيديوهات ديال شفية المغربية اذا اذا لا بغيتوا الفيديو ديال البيع والشراء خلوا لي لايك وان شاء الله غادي نحطوا باذن الله الواحد القهار